قال رئيس كوستريكا رودريغو تشافيزا إنه يبحث إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب زيادة تدفق المهاجرين الذين يتوجهون إلى الولايات المتحدة وقال تشافيزا إن أكثر من 386 ألف مهاجر عبروا الحدود من باناما إلى كوستريكا منذ يناير الماضي مضيفاً أن يعلان حالة الطوارئ من شأنه إطلاق موارد مالية استثنائية للتعامل مع هذه الأزمة كما طلب بتعزيز الأمن على طرق الهجرة وكان أكثر من 60 ألف لاجئ قد وصلوا بلدة باسو كانواس بالقرب من الحدود مع باناما في سبتمبر فقط وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف تعداد سكان هذه البلدة